بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معكم المعلمة عمجاد الشهري من معاهد وبرامج التربية الفكرية للمرحلة الدراسية التأهيلية الصف الدراسي أول تأهيلي الفصل الدراسي الثاني المادة التربية الفنية عنوان درسنا لهذا اليوم صنع آنية خزفية المجال المستهدف الفني المجال المساند الحرك الدقيق الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على خطوات صنع آنية خزفية الأهداف الخاصة أولا أن يذكر الطالب والطالبة أساليب التشكيل بالطينة الخزفية ثانيا أن يشكل الطالب والطالبة كرة من الطينة الخزفية ثالثا أن يضيف الطالب والطالبة تفاصيل باستخدام الأدوات المناسبة وأخيرا أن يلون الطالب والطالبة القطع الخزفية قوانين درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي أولا أجهز كراستي وأدواتي التي أحتاجها ثانيا أستمع إلى الدرس بتركيز ثالثا أتابع الدرس حتى انتهى الوقت المخصص طيب طلابي نشاهد هنا صديقتنا الجميلة من؟ صديقتنا سارة ماذا تقول هنا سارة؟ تقول أنا سارة تخرجت من المرحلة التأهيلية وبدأت بالبحث عن معهد لتعلم فنون التشكيل بالطينة الخزفية تقول سارة هنا وخلال تصفحي على جهاز المحمول وجدت إعلان لمعهد فنون التشكيل بالطينة الخزفية تقول سارة هنا أيضا توجهت للمعهد ووجدت معلمة الفنون لدينا هنا وهي المعلمة هند قلت لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ردت المعلمة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول سارة هنا سألت المعلمة هند ماذا يمكن أن أتعلم عن فنون التشكيل بالطينة الخزفية في المعهد؟ بماذا أجابت هنا المعلمة هند؟ قالت لها أولا سنتعرف على أساليب التشكيل بالطينة الخزفية أساليب ماذا؟ التشكيل بالطينة الخزفية أول أسلوب لدينا هو أسلوب التشكيل بالضغط أسلوب التشكيل بالضغط إذن لكي نصنع آنية خزفية ما هي الآنية؟ ها طلابي الآنية هي ماذا؟ هي الوعاء أو الصحن أو المواعين حتى لو كانت كاس إذن الآنية هي ماذا؟ أحسنتم هي المواعين أو الأواني طيب طلابي إذن هنا من أساليب التشكيل بالطينة الخزفية أول أسلوب لدينا أسلوب التشكيل بالضغط يكون عبر ماذا؟ عبر الضغط بالأصبع وهنا أيضا من أساليب التشكيل بالطينة الخزفية تذكره لنا هنا المعلمة هند أسلوب التشكيل بالحبال الطينية وهو صنع الطين على شكل حبال حبال مثل ما نشاهد هنا لدينا في الصورة إذن من أساليب التشكيل بالطينة الخزفية أسلوب ماذا؟ أسلوب التشكيل بالحبال الطينية مثل ما نشاهد هنا لدينا في هذه الصورة اللي هو بصنع حبال بالطينة وتشكيلها بهذا الشكل إذن الأساليب أسلوب الضغط وأيضا أسلوب التشكيل بالحبال الطينية وهنا تذكر المعلمة هند تقول لنا أدوات التشكيل أو أدوات تشكيل الطينة الخزفية أولا لدينا من الأدوات اللي هو ماذا؟ أولا الطينة ثانيا هنا اللي هو محددات للتشكيل مثل ما نشاهد هنا وأيضا لدينا هنا اسفنجة للتنظيف وأيضا لدينا هنا هذه المحددات أيضا للتشكيل إذن أدوات التشكيل أو أدوات تشكيل الطينة الخزفية أولا يكون لدينا ماذا؟ يكون لدينا طينة وأيضا اللي هو أدوات للتشكيل مثل ما نشاهدها هنا في الصورة وأيضا لدينا هنا اسفنجة للتنظيف طيب طلابي لدينا الآن هذا التمرين مع المعلمة أريد منكم وضع علامة صح أو خطأ اللي هو على أدوات التشكيل بالطينة الخزفية لدينا هنا في الصور أمامي لدينا هنا اسفنجة ولدينا هنا مرايا ولدينا هنا خيط ولدينا هنا طينة خزفية طيب أولا سوف نصوب السهام هنا على هذه الاسفنجة هل الاسفنجة من أدوات تشكيل الطينة الخزفية أو من أدوات صنع الآنية الخزفية صح أم خطأ؟ ها طلابي ذكرناها قبل قليل أحسنتم نضع علامة صح طيب نصوب السهام هنا على الزجاج هل الزجاج من أدوات تشكيل الطينة الخزفية أو صنع آنية خزفية صح أم خطأ؟ ها هل ذكرتها قبل قليل؟ أحسنتم نضع علامة خطأ طيب نصوب السهام هنا على هذه الخيوط هل الخيوط من أدوات تشكيل الطينة الخزفية؟ ها طلابي هل ذكرتها قبل قليل؟ نضع علامة ماذا صح أم خطأ؟ نشاهد أحسنتم نضع علامة خطأ طيب لدينا هنا نصوب السهام على هذه الطينة هل الطينة من أدوات تشكيل الطينة الخزفية؟ أو من أدوات صنع الآنية الخزفية؟ هل ذكرتها صح أم خطأ؟ أحسنتم ونضع علامة صح إذن لدينا هنا من أدوات تشكيل الطينة الخزفية لدينا هنا ماذا؟ لدينا هنا الإسفنج ولدينا هنا أيضا الطينة طيب طلابي لدينا الآن تطبيق عملي لصنع آنية خزفية باستخدام الطينة أولا نشاهد هنا أدواتنا لدينا هنا نموذج لآنية أو وعاء مثل ما نشاهد صنعنا سابقا باستخدام ماذا؟ باستخدام الطينة لدينا هنا الأدوات لدينا هنا سكين ولدينا هنا المحددات الخاصة ولدينا هنا الإسفنج ولدينا هنا هذا القفاز نستطيع أيضا ارتداءه أولا نرتدي القفاز الآن ماذا نفعل؟ نأخذ اللي هو الطينة مثل ما نشاهد لدينا هنا نقوم بصن دائرة أولا نكور هذه الطينة بهذه الطريقة مثل العجينة والآن بهذه الطريقة إذن مثل ما نشاهد هنا نصنع ماذا؟ نصنع دائرة إذن هنا لدينا نريد تشكيل دائرة باستخدام ماذا؟ باستخدام اسلوب الضغط إذن هنا كورنا الطينة وأصبح لدينا ماذا؟ أصبح لدينا دائرة الآن بأسلوب الضغط بهذه الطريقة نضغط في الوسط لتشكيل الإناء بهذه الطريقة نضغط في الوسط مثل ما نشاهد بجميع الأصابع بهذه الطريقة إذن هنا استخدمنا اسلوب ماذا؟ اسلوب الضغط إذن الآن يتكون صغيرة أو كبيرة أو متوسطة إذن نحاول نضغطها بهذه الطريقة بأسلوب ماذا؟ بأسلوب الضغط إذن نشاهد هنا نشاهد مع المعلمة نضغط من جميع الجوانب نشاهدها هنا أيضا نستمر في الضغط حتى يتشكل لدينا هنا هذا التجويف مثل ما نشاهد هنا إذن هنا صنعنا ماذا؟ صنعنا آنيا خزفية صغيرة مثل ما نشاهد باستخدام الطينة الخزفية وأيضا باستخدام اسلوب ماذا؟ اسلوب الضغط طيب إلى هنا طلابي وطالباتي انتهت أنشطة درسنا لهذا اليوم توصياتنا الأولياء الأمور أولا التركيز على رفع مستوى الدافعية كما علينا خلق بيئة محفزة للتعليم بالتعزيز والتشجيع بأنواعه المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة من حولنا انتهى درسنا لهذا اليوم كنت أنا معكم معلمتكم أمجاد الشهري أراكم بإذن الله في الدرس القادم مع السلامة